جيد مورنينج أو جيد ايبنينج هاواريو معكم داعد ديبو صحبة قناة الإنجليزية مع داعد على اليوتيوب وهي قناة مختصة بتدريس مادة اللغة الإنجليزية المنهاج السوري القديم والجديد إمار بالإضافة للمنهاج السعودي وبعض من المنهاج الإماراتي هذا الملف هو الملف الرابع بعد ملفات التهجئة وتقديم النفس يكون تشكيل الجملة متزامنا مع التهجئة والقراءة طبعا أنا بدأت بتشكيل الجملة من المستوى 0 تقريبا يعني جملة عادية جدا وبسيطة جدا لحتى تناسب الناس اللي ما بيعرفوا شيء أبدا باللغة الإنجليزية طبعا لا تحصلوا على هاي الملفات وهي الملفات هي تعمل بدون انترنت بإمكانكم زيارة القنوات الخاصة دي على التليجرام ومجموعة الويتساب أو صفحاتي على الفيسبوك أوكي معكم دعد ديبو أه لنبدأ هلو 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 اليوم رح نحكي عن الجملة العادية جدا جدا يلي تتألف من فاعل سبجيكت فعل وكومبليمانت اللي هي تتمت الجملة يعني أول شيء الفاعل سبجيكت بعدين الفعل بعدين يلي هي تتمت الجملة هلو ممكن ما يكون فيه كومبليمانت يعني ممكن ما يكون فيه تتمت الجملة بحسب الجملة يعني إذا أتمت المعنى أم لم تتموه أوكي رح أحكي شوي عن الفاعل هلو الفاعل ممكن يكون اي أنا أو هي هو أو شي هي إت هو هي لغير العاقل أو وي نحن أو يو أنت أو أنت أو أنتم أو أنتن ممكن يكون ذي اللي معناته هم أو وهن عرفتوا علي كيف يعني واحد من هدول ممكن يكون هو بمقام الفاعل كمان ممكن يكون الفاعل اسم مفرد ممكن يكون جمع أو ممكن يكون أصدقائي ممكن يكون أمي أبي وأمي ممكن يكون اسم حيوان مفرد اسم حيوان جمع يأما اسم نبات مفرد أو اسم نبات جمع أو اسم جمعات مفرد أو اسم جمعات جمع هل الفعل أنا عندي الفعل ممكن يكون يأكل eat يذهب go يركض wrong يمشي walk يكتب write يقرأ read حسب نحن الفعل يلي نحن عم نقوم فيه ممكن يكون الفعل قطعة واحدة أو كلمة واحدة ممكن يكون فعل كون مع فعل زائد ing ممكن يكون have مع تصريف ثالث أو has مع تصريف ثالث أو had مع تصريف ثالث أو ممكن يكون will مع فعل بالمصدر أو gonna أو going to يعني مع فعل بالمصدر أو should مع فعل بالمصدر أو can مع فعل بالمصدر أو could مع فعل بالمصدر المهم انه ممكن يكون كلمة وحدة او كلمتين او ممكن يكون ثلاثة بس هلا انا عم بحكي اليوم عن الجملة العادية يعني كلهم قطعة قطعة كمان هلا وصلنا على الكمبليمانت تتمت الجملة حسب الفعل يعني حسب الشي اللي نحنا عم نقوم فيه منكمل الجملة اذهب اذهب الى المدرسة اذهب اذهب الى التسوق اذهب اذهب الى المتنزه اذا الى المتنزه او الى المدرسة او التسوق او الشاطئ او هاي كلياتها متعلقة بالفعل اللي انا عم كون فيه فممكن احيانا ما تكون ابدا هاي تتمت الجملة موجودة يلا خلونا نشوف كيف صارت معنا الجملة هلا رح اختار جملة الفاعل وي الفعل سيرف دي انترنت تتمت الجملة بدنا ناخد بعين الاعتبار ان كل جملة تبدأ بحرف كبير وتنتهي بالنقطة وبان بعض الكلمات تأتي بحرف كبير في بدايتها حتى وان كانت في منتصف الجملة وي سيرف دي انترنت طبعا فين يضيف علي وي سيرف دي انترنت in the morning وي سيرف دي انترنت in the afternoon وي سيرف دي انترنت in the evening متل ما بتكون يعني فيكم تحط التتمية اللي انتم بتكون يا اوكي طيب حطولي هلا بدل ويكون الفاعل هي او شي او مثلا محمد او سامي او ليلى مثلا اختاروا واحد من هدول الفاعل وحطوليها بمقام الفاعل وعملوا الاجراءات او التغييرات اللي لازم انا اغيرها على الجملة بدخول هدول الفاعل شو رأيكم يا ترى شو ممكن تكون هاي التغييرات هي شغلة هيك صغيرة بس